السلام عليكم ورحمة الله أجراس الكتب تقدم لكم كتاب مميز بالأصفر مقرر مختصر في العيش بحكمة والاختيار بذكاء تأليف إيتش جاكسون براون وروتشيل بنينجيتون يقرأه عليكم هشام سحيل ويحتوي هذا الكتاب على مقدمة الإحسان الكرم المتع البسيطة التوجه الذهني الزواج الأبوة شكر وتقدير المقدمة سألوا فتى في الثامنة من عمره على عاداته الدراسية فأجاب حسنا هناك مواد دراسية عادية وهناك مواد دراسية مهمة وأنا أحاول تذكر المواد المهمة فقط كان هذا الأسلوب يفلح معه وهل تعلم هذا الأسلوب سيفلح معنا نحن أيضا فسواء كنت طالبا في مدرسة ثانوية أو في الجامعة أو في الحياة فستجد أن الكتب الدراسية مكتظة وأن قائمة القراءات طويلة كلمات كثيرة للغاية ووقت ضيق للغاية فما الذي يتعين على المرء فعله؟ أحذر قلم تمييز أصفر يالو هايلايتر إنك لا تستطيع تعلم كل شيء لا أحد يستطيع ولكنك تستطيع اكتساب حس جيد للغاية بأي مادة كانت فقط عن طريق تمييز الأفكار الرئيسية ما الذي تريد تذكره؟ ما الذي تعتقد أنه سيكون موضوع السؤال في الامتحان؟ قم بتمييزه الآن لمراجعته بسهولة فيما بعد هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من القصص والاقتباسات حول بعض أغلى موضوعات الحياة أهمية التصرف بلطف وكرم وإحسان مع الآخرين وتوطيد علاقات قوية راسخة مع الأشخاص الذين نحبهم واختيار توجهات ذهنية تساعدنا أثناء عيش ساعات الحياة اليومية العادية واكتشاف معنى الرضا والإشباع النابعين من تقدير المتاع البسيطة والاستمتاع بها إنها كلمات تجلب الهدوء كلمات تجلب الشفاء كلمات تقدم التشجيع وتحث على التغيير وتكافئ على الجهد نأمل أن تساعدك على العيش بحكمة والاختيار بذكاء لذا قم بالقراءات المطلوبة أنجز واجباتك الصف منعقد دائما ونحن نتعرض للاختبار يوميا الإحسان اختبار الراديو الإحسان لقد تمكنت من فهم أثره بشكل كامل خلال بضع دقائق قصيرة فحسب بينما كنت أخضع لواحد من أكثر الامتحانات أهمية في حياتي كان الامتحان شفهيا وكان الممتح مذيعا في الراديو وكانت قاعة الامتحان هي سيارتي فبينما كنت على الطريق لمسافة طويلة في صباح يوم إثنين ممطر إن بعث صوت من سماعة صغيرة بجوار عجلة القيادة يسأل ما اسم آخر فائز بجائزة نوبل السلام كنت أعلم أنه ينبغي أن أتذكر اسم هذا الفائز ولكنه راح من ذهني وبينما كنت أحاول التذكر كانت هناك أسئلة أخرى ما اسم أحد الفائزين مؤخرا بجائزة بوليتر ومرة أخرى لم أستطع معرفة الإجابة عن السؤال هل تعرف اسم أحد الرياضيين الذين فازوا بميدالية ذهبية في الأولمبياد الأخيرة أو آخر فتاة توجت ملكة جمال أمريكا أو 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 لا 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 لقد كنت أستحق صفرا في الموسيقى والآداب والفنون والسياسة والعلوم وكنت أتساءل ترى كم عدد المستمعين الآخرين الذين كانوا يعرفون الإجابات وأخيرا تم طرح سؤال استطعت معرفة إجابته ما اسم آخر شخص قال لك إنه يحبك رق قلبي عندما تذكرت بوضوح وبلا أدنى تردد أطفالي وهم ينطلقون نحو حافلة المدرسة في ذلك الصباح ويهدفون في وقت واحد نحبك ثم جاء سؤال آخر حرفت إجابته أيضا هل تتذكر اسم شخص عانقك بحرارة؟ بالطبع بكل تأكيد ثم أسئلات أخرى هل تذكر شخصا عملك بإحسان مؤخرا؟ بالطبع هل تذكر شخصا عملته بإحسان مؤخرا؟ ومرة أخرى الإجابة هي بالطبع نعم بالطبع هل هناك شخص تصنع ابتسامته فارقا في يومك؟ أو معلم صنع تفانيه اختلافا في حياتك؟ نعم نعم أعرف ترى من أختار هناك الكثيرون لقد كان المذيع يتحدث عن الأصدقاء والجيران والزملاء وحتى الغرباء الذين يؤثرون في حياتنا وكانت الابتسامة تعل وجهه طوال الوقت لقد كان يتحدث عن المساعدة والكرم والرقة والاهتمام والإحسان شعرت بالرغبة في الضحك بصوت مرتفع ويا لها من طريقة لبدء اليوم أول يوم في أسبوع العمل وتحت المطر إن الإحسان مهم إنه شيء نستحق أن نتوق إليه وأن نعيش الحياة من أجله إن الإنجازات الهائلة والأعمال الجديدة بالثناء والإعجاب قد تنقش على الحجر ولكن أفعال الإحسان الهادئة الجميلة الرقيقة هي التي تنقش في القلوب عامل كل شخص تقابله بالطريقة التي تحب أن يعاملك بها نحن نحفظ هذه القاعدة الذهبية في ذاكرتنا الآن دعنا نطبقها في حياتنا إدوين مارك هام اجعل من عاداتك أن تقوم بأفعال إحسان رقيقة لأناس لن يعرفوا أبدا ما فعلته أفضل جزء من حياة إنسان صالح هي أفعال الطيبة والإحسان والكرم الصغيرة المجهولة التي لا يذكرها أحد ويليام ووردسورث ضع قطعة عملة معدنية في عداد موقف السيارات لشخص لا تعرفها لا تنتظر ظروفا غير عادية لكي تفعل الخير حاول استغلال المواقف العادية جامبول ريكتر إذا كنت تعرف شخصا فقيرا فابعث له ورقة نقدية بـ 20 دولارا دون أن تفسح عن اسمك الإحسان هو عدم القدرة على الشعور بالسكينة بالقرب من إنسان آخر لا يشعر بالطمأنينة عدم القدرة على الارتياح في ذل وجود شخص يشعر بذيق الصدر عدم القدرة على التمتع بهدوء البال عندما يكون أحد الجيران محملا بالهموم ساموال إيتش هولدنسون كن أكثر لطفا وإحسانا مما تقتضيه الضرورة ثلاثة أشياء هي المهمة في حياة البشر الأول هو أن تكون محسنا والثاني هو أن تكون محسنا والثالث هو أن تكون محسنا هينري جيمس احمل بعض المظلات الرخيصة في سيارتك لتمنحها للعالقين تحت المطر بلا غطاء الفرص العظيمة لمساعدة الآخرين نادرا ما تأتي لكن الفرص الصغيرة تحيط بنا كل يوم كن منفتحا ومتاحا إن الشخص التالي الذي تقابله قد يصبح أقرب أصدقائك عامل كل شخص تقابله وكأنك تتلقى زيارة من ضيف عزيز كونفورشيوس لا تستهن أبدا بقوة كلمة إحسان أو فعل كريم لا يحتاج المرء لمجهود كبير لجعل الناس سعداء مجرد لمسه إذا كنا نعرف كيف نلمسها مجرد كلمة مناسبة نقولها أو تعديل صغير يمس الروح الإنسانية الرقيقة فرانك كرين الإنسان يعبر الحياة مرة واحدة لذا إذا كان هناك أي خير تستطيع فعله أو أي إحسان تستطيع تقديمه لأي مخلوق فلتفعله الآن إذن لأنك لن تمر من هذا الطريق مرة أخرى ويليام بين ابحث عن الخير في الناس لن أتحدث بسوء عن أي إنسان وسأتحدث بكل الخير الذي أعرفه عن كل إنسان بينيا من فرانكلين عندما تمر على أسرة تركب شاحنة سحب كبيرة أعطهم إشارة تشجيع برفع إبهامك للأعلى إنهم بحاجة لكل التشجيع الممكن غالبا ما نفكر في العطاء على أنه الهدايا العينية التي نمنحها ولكن أعظم عطاء يمكن أن نقدمه هو العطاء من وقتنا وإحساننا وحتى المواساة التي نمنحها لأولئك الذين يحتاجونها إننا ننظر لتلك الأشياء على أنها غير مهمة إلى أن نحتاجها جويس هيفلر دائرة جزاء أفعال الإحسان حدث ذلك منذ عقود مضت في إسكتلندا النجدة النجدة هل لا ساعدني أحد انطلقت تلك الصيحات من مستنقع قريب سمعها فلاح إسكتلندي فقير وانطلق نحو منطقة المستنقع الخطيرة لمد يد العون وهناك وجد فتى يغوص في طين السود كثيف كان أوان إنقاذ الطفل كاد يفوت ولكن تم إنقاذه بمساعدة الفلاح الفقير وفي اليوم التالي سمع صوت طرق على باب كوخ الفلاح وعندما فتح بابه وجد أمامه سيدا تريا ربما من الأسرة المالكة وصل إلى المكان في مركبة فخمة تساءل الفلاح المسكين في حيرة عن السبب الذي يجعل شخصا له مثل هذه المكانة المرموقة الواضحة يأتي إليه وكان الرد على تساؤله سريعا لقد أنقلت ابني بالأمس وأنا هنا لأعطيك مكافأة هكذا كان رد السيد الأنيق إلا أن الفلاح لم يقبل المال الذي عرضه عليه صاحب المكانة السامية نظر السيد الغني الراغب بشدة في إعطاء هدية تعبر عن امتنانه في أنحاء المسكن المتواضع ووجد فيه فتى صغيرة حينها قال حيث إنك ساعدت ولدي فإنني سأساعد ابنك بالمثل إذا سمحت لي باستحاب ابنك معي فسأحرص على أن يتلقى أرقى تعليم ممكن في البلاد ابتسم الفلاح الفقير وقبل هذا العرض حافظ النبي لثري على وعده الكريم وتخرج ابن الفلاح الأسكتلندي بعد ذلك من كلية طب مستشفى سانت ماري في لندن وبسبب المنحة التعليمية التي تلقاها من النبيل الثري قدم ابن الفلاح الفقير بدوره هدية للعالم بأسره لقد اكتشف البرنسلين كان اسمه سير أليكساندر فليمانج ومرة ثانية تعرضت حياة ابن النبيل الثري للخطر لقد كان لاقدا يحتضر بسبب الالتهاب الرئوي بعد أنكبر ونضج والمفارقة أن ابن الفلاح الفقير هو من أنقضه هذه المرة عندما وصف له البنسلين لقد تكفل الثري النبيل اللورد راندولف تيرتشل بتعليم سير أليكساندر فليمانج وكان هذا التعليم هو السبب في إنقاذ ابنه ويستون تيرتشل عندما تسمع بوق سيارة إسعاف أدعو بشفاء للشخص الراقد بداخلها الدعاء يصنع أشياء أكثر مما يمكن أن يحلم بها العالم بأسره لا تترك أبدا صديقا يحزن وحده الصدقة تزيد السعادة وتخفف المعاناة عن طريق مضاعفة البهجة وتقسيم الحزن كن متواجدا عندما يحتاج الناس إليك إذا جاءك أحدهم طالبا العون فلا تقول له كان الله في عونك ثم تتركه ولكن اعتبر نفسك أداة يسره الله لمساعدته حكيم مارس التعاطف حاول أن ترى الأمور من وجهة نظر الآخرين كن رؤوفا إن كل شخص نقابله يخوض معركة ضارية في الحياة أفلاطون تذكر أن أجمل صنيع يمكن أن تسديه لنفسك هو أن تصنع شيئا جميلا من أجل شخص آخر لو أنك تفتعل الناس تسألهم ما الذي يمكن أن يجعلهم أكثر سعادة فستحصل على إجابات من قبيل سيارة جديدة أو منزل كبير أو زيادة في الراتب أو الفوز بليانصيب الأرجح أنك لن تجد واحدا من بين كل ماءة يقول لك فرصة لمساعدة الناس إلا أن هذا هو ما يجلب أقصى سعادة على الإطلاق جورج بيرنز اتصل بثلاثة أصدقاء في العيد وأخبرهم عن مدى امتنانك الخالص لصداقتهم تمسك بصديق الحقيقي بكل ما أوتيت من قوة مثل نيجيري فعل الخير بدون انتظار المقابل السادسة مساء ثالث والعشرون من ديسمبر واحد وستون وتسعمائة وألف أكتب هذا في الطريق من نيويورك إلى لوس أنجلوس على متن الطائرة عندما أصل إلى موطني في هونولول غدا لابد أن تكون لدي قصة معدة لأرويها لأطفال الحي لقد طلبوا مني أن أضع لها عنوانا فعل الخير بدون انتظار المقابل كيف يمكنني بحال أن أقدم إجابة صادقة عن هذا السؤال لفتيان متشككين أرجو أن نصل إلى لوس أنجلوس في الموعد المناسب إن جميع من على متن الطائرة تقريبا لديهم ارتباطات الثامنة وعشر دقائق مساء ساق إلينا الطيار توا خبارا سيئة سماء لوس أنجلوس غائمة بالضباب لن تتمكن أي طائرة من الهبوط علينا أن ننعطف نحو أونتاريو كاليفورنيا هناك مهبط طوارئ غير بعيد من لوس أنجلوس الثالثة واثنى عشر دقيقة صباحا الرابع وعشرون ديسمبر بعد مواجهة عدة مشاكل الواحدة بعد الأخرى هبطنا للتو في أونتاريو متأخرين ست ساعات عن الموعد المحدد للوصول الجميع يشعرون بالبرد والتعب والجوع والتوتر لقد تأخر الجميع تقريبا على مواعيدهم وكثيرون لن يتمكنوا من الوصول إلى بيوتهم قبل عشية الأعياد لست في مزاج يتيح لي تألف قصة عن هذا الموضوع السابعة وخمس عشرة دقيقة صباحا أكتب هذا في مطار لوس أنجلوس فقد حدثت أمور كثيرة في الساعات الأربع الماضية كان مهبة الطائرات في أونتاريو في حالة فوضى عالمة لقد اضطرت أعداد قياسية من الطائرات المتجهة نحو لوس أنجلوس الهبوط هناك كان المسافرون المهتاجون أكثر من ألف مسافر يأملون في التمكن من إخبار عائلاتهم بأنهم سيتأخرون ولكن مكتب التليغرافي كان مغلقا وكانت هناك طوابير بلا نهاية على أكشاك الهاتف ليس هناك طعام أو قهوة كان الموظفون في المطار الصغير يشعرون بنفس القدر من التوتر والإرهاق الذي يشعر به المسافرون كل شيء كان يسير على نحو خاطئ كانت الأمتعة مكدسة بشكل فوضوي بغض النظر عن الوجهة المنشودة لم يكن يبدو أن هناك من يعلم أي الحافلات متجهة إلى أي مكان أو في أي وقت كان الأطفال يبكون والنساء تصيح بالأسئلة والرجال يتذمرون بغضب وتهكم كان الحشد يتدافع ويتصادم كسرب من النمل المذعور في محاولة للعثور على الأمتعة لم يكن يبدو بأي حال من الأحوال أن هذا هو اليوم السابق للعيد وفجأة وسط الإضطراب العصبي الثائر سمعت صوتا متأنيا واثقا كان بارزا واضحا هادئا مليئا بالحب والمودة قال الصوت لا داعي للقلق مطلقا يا سيدتي سنجد أمتعتك ونوصلك إلى لاغولا في الوقت المناسب سيكون كل شيء على خير ما يرام كانت كأول عبارة نطيفة بناءة أسمعها منذ فترة ليست بقصيرة استدرت ورأيت رجلا قصيرا وبدينا صاحب وجه مبتهج متورد كان يضع على رأسه نوعا ما من القبعات الرسمية من ذلك الذي يرتديه المرشدون السياحيون وكانت خسال من الشعر الأبيض المجعد تنساب من تحت القبعة كان يرتدي حذاء الصيد وكأنه وصل للتو من رحلة جليدية لصيد مجموعة من الأيائل وكان يغطي صدره وبطنه الممتلئ قميسا أحمر ثقيل كان الرجل يقف بجوار عربة يد منزلية الصنع مصنوعة من صندوق هائل الحجم مستقر فوق أربع عجلات وداخل الصندوق كانت هناك أوعية من القهوة الساخنة وأكواب من علب الكرتون المتنوعة قال الرجل الفذ صاحب الصوت المبتهج تفضلي يا سيدتي اشربي بعض القهوة الساخنة بينما نبحث عن أمتعتك كان يدفع العربة أمامه ويتوقف بما يكفي فقط لإعطاء القهوة للآخرين أو ليقول لأحدهم عيد سعيد يا أخي أو ليعيد آخر بأنه سيعود لمساعدته بينما كان يبحث بين أكوام الأمتعة المكدسة بغير نظام وأخينا عثر على متعلقات السيدة وبينما كان يضعها في عربة اليد قال لها اتبعيني يا سيدتي سنجعلك تستقلين الآن الحافلة المتجهة إلى لاغولا وبعد أن استقرت السيدة في مقعدها في الحافلة عاد كريس كرينجل كان هذا هو الإسم الذي بدأت أناديه به حينها إلى محطة الطيران وجدت نفسي ألاحقه وأساعده في توزيع القهوة كنت أعلم أنه ليست هناك حافلة ستغادر المكان قبل حوالي ساعة لقد فتح كريس كرينجل طاقة نور في ذلك المكان الكئيب الموحش كان هناك شيء بشأنه جعل الجميع يبتسمون لقد هدأ المسافرين المنزعجين المذعورين وعجل بوضعهم على الطريق إلى وجهاتهم من خلال توزيع القهوة والمزاح مع الأطفال والضحك والغناء وعندما فقدت إحدى السيدات وعيها كان كريس كرينجل هو من شق صفوف مجموعة الأشخاص العاجزين المحيطين بها ومن أحد سناديقه أخرج نشادر وبطانية وعندما استعادت المرأة وعيها طلب من ثلاثة رجال أن يحملوها إلى أريكة مريحة وأن يستخدموا مكبرات الصوت بحثا عن طبيب تسألت من هذا الرجل الضئيل؟ المرح الذي ينجز كل شيء سألته لحساب أي جركة تعمل؟ قال لي يا بني أترى تلك الفتاة الصغيرة التي ترتدي المعطف الأزرق؟ إنها تائها أعطيها قطعة الحلوى تلك وقل لها أن تبقى في مكانها فلو أنها تجولت هنا وهناك فلن تستطيع والدتها العثور عليها أبدا فعلت ما أمرني به ثم كررت السؤال حساب أي شركة تعمل؟ أجابني يا بني إنني لا أعمل لحساب أحد إنني أستمتع فحسب في شهر ديسمبر من كل عام أقضي إجازة لمدة أسبوعين في مساعدة المسافرين إنها هدية الحيد التي أهديها لنفسي وأضاف في هذا الموسم المزدحم دائما ما يكون هناك آلاف ممن يحتاجون للمساعدة الآن انظر ماذا لدينا هنا؟ كان قد رأى أم شابة باكية تحمل طفلا رضيعا غمزلي معدل قبعته بتأنق مرح وأدار عربته واتجه نحوهما كانت السيدة تجلس على حقيبة أمتعتها ممسكة بتفلها قال لها حسنا حسنا يا أختاه إن لديك طفلا رضيعا رائع الجمال ما مشكلتك؟ ومن بين تنهداتها أخبرت السيدة الشابة أنها لم تر زوجها منذ أكثر من عام وكان مقررا أن تقابله في فندق بسانديغو إنه لن يعلم ما الذي أخرها وسيشعر بالقلق كما أن الطفل جائع أخرج كريس كرينجل من عربته زجاجة لبن دافئة وقال للسيدة لا تقلقي سيكون كل شيء على ما يرام وبينما كان يقودها إلى الحافلة المتاجهة إلى لوس أنجلوس وهي التي كنت سأستقلها أنا أيضا قام بكتابة اسمها واسم الفندق الذي ستنزل فيه في سانديغو ووعدها أنه سيبعث برسالة إلى زوجها قالت السيدة وهي تصعد إلى الحافلة وتهز طفلها الذي راح في النوم الآن بين ذراعيها بارك الله فيك أتمنى أن تقضي عيدا سعيدا وتتلقى العديد من الهدايا الرائعة قال وهو يرفع قبعته أشكرك يا أختاه لقد تلقيت الآن بالفعل أروع الهداية على الإطلاق وأنت من أعطيتني إياها واو ثم أضاف وقد رأى شيئا مثيرا وسط الزحام هناك رفيق عجوز في مشكلة وداعني الآن يا أختاه إنني ذاهب إليه لأنال هدية أخرى نزل من الحافلة ونزلت أنا أيضا منها حيث كانت هناك بضع دقائق قبل موعد مغادرتها استدار نحوي وقال ماذا؟ ألن تستقل الحافلة إلى لوس أنجلوس؟ أجبته بلى قال حسنا لقد كنت مساعدا مفيدا والآن أريد أن أعطيك هدية الأعياد يجلس بجوار السيدة وأعتني بها وبطفلها وعندما تصل إلى لوس أنجلوس أخرج ورقة وأعطها لي وأردف اتصل بزوجها في هذا الفندق في سانديغو وأخبره عن سبب تأخر أسرته كان يعرف ماذا سيكون ردي لأنه تركني دون حتى أن يسمعه جلست بجوار الأم الشابة وحملت عنها الطفل وعندما نظرت من النافذة رأيت كريس كرينجل بقميسه الأحمر يختفي وسط الزحام تحركت الحافلة وكنت أشعر بمشاعر طيبة وبدأت أفكر في موطني وفي العيد وعندها أدركت كيف سأجيب سؤال أطفال الحي هل هناك بالفعل من يفعل الخير بدون انتظار أي مقابل نعم وقد رأيت شخصا كهذا ويليام جي ليدر يقولون إن المتشائم يرى النصف الفارغ من الكوب والمتفائل يرى النصف المليء من نفس الكوب ولكن الشخص المحب للعطاء يرى الكوب ويبدأ البحث عن شخص يشعر بالعطش جي دونالد جيل نشط علاقات الصداقة القديمة زر كثيرا منازل أصدقائك فالأشواك تكسو السبل غير المأهولة وتسد الطريق رالف والدو إميرسون تذكر جيدا أن الناس على سطح هذا الكوكب لا يقفون في صف واحد طويل أمعن النظر إننا جميعا نقف في دائرات في حقيقة الأمر ونمسك بأيدي بعضنا البعض إن أي شيء تعطيه للشخص الواقف إلى جوارك سيعود إليك في النهاية هناك قدر يجعلنا إخوة لا أحد منا يسير بطريقه وحده وكل ما ندخله على حياة الآخرين يعود مرة أخرى إلى حياتنا إدوين ماركهام عندما ترى شخصا يجلس وحيدا على مقعد طويل حاول أن تقيم معه حوارا عندما تقوم بأعمال الإحسان يغمرك شعور داخلي رائع يبدو الأمر وكأن شيئا بداخل كيانك يستجيب قائلا نعم هذا ما يجب أن أشعر به هارولد كوشنر اسمح للآخرين بتجاوز سيارتك عندما تكون عالقا في زحام المرور ليس هناك فعل إحسان يضيع مهما كان صغيرا إيسوب قدم المعروف حتى إذا كنت ترى أن أوانه لم يأتي بعد لأنك لو انتظرت فقد يفوت أوانه بأسرع مما تظن رالفوالد إيميلسون عندما تعلم أن صديقا وفيا لك مريض لا تسأله عن ذلك دعه يخبرك أولا أول واجبات الحب هو أن تنصت بولتليك اتصل بمستشفى أو دار لرعاية المتقاعدين واطلب قائمة بأسماء النزلاء الذين نادرا ما يتلقون بريدا أو يستقبلون زوارا ابعت لهم ببطاقة عدة مرات سنويا وقع البطاقة بإسم شخص يظن أنكم رائعون إن بقينا حدنا بدون حب نموت فحياتنا تعتمد على علاقاتنا بالآخرين بقدر ما تعتمد على الطعام صنيع معروف عشوائي جميع فنادق فيلاديلفيا كانت مليئة بالنزلاء لم تكن هناك غرفة شاغرة للإيجار في أي مكان كان موظف الاستقبال الشاب في فندق بيلفو هوتيل في تلك الليلة المطيرة عام 91 و800 ألف يعرف ذلك جيدا لذا عندما دخل الفندق زوجان عجزان يحتميان من عاصفة في منتصف الليل واقتربا من مكتبه عرض عليهم الموظف الشاب عرض عليهم الموظف الشاب الشاعر بالشفقة والعطف السرير الوحيد المتاح سريره الخاص رفض الزوجان وأصر الشاب ومن خلال الإقناع الكريم العطوف للموظف الشاب قبل الزوجان العجزان عرضه أخيرا وعند مغادرة الفندق في الصباح التالي كرر الزوجان العجزان شكرهما وامتنانهما للشاب على الاهتمام غير العادي الذي أولاهما إياه قال الرجل أنت الشخص الذي ينبغي أن يكون مدير أفضل فنادق الولايات المتحدة ربما أبني لك في يوم من الأيام فندقا تديره أنت ضحك الثلاثة على التعليق وهم يفترقون نسي الموظف الشاب الحدث لكن العجوز لم ينسه وبعد عامين من ذلك تم إنشاء مبنى هائل شبيه بالقلعة في نيويورك سيتي وكان صاحبه هو العجوز الذي تأثر بموظف فندق فيلاديلبيا رحيم القلب وكان هذا هو الوقت المناسب لدعبة الشاب لرؤية الفندق الهائل الذي ينتظره وعند وصوله استحب العجوز الموظف الشاب إلى وسط المدينة قال له السيد العجوز هذا هو الفندق الذي بنيته لتديره أنت وأثناء وقوفهما عند زاوية الشارع بجوار الفندق الذي سرعان ما سيصبح فندق والدورف أستوريا هوتيل صاحب الشهرة العالمية تم تعيين الموظف الشاب جورج سي بولدت أول مدير للفندق وعلى مدار السنوات الثلاث والعشرين التالية وحتى وفاته عام ستة عشر وتشعمائة ألف ظل بولدت مخلصا للفندق وللثقة التي أولاها إياها ويليام والدورف أستور لوح بيدك لتوقف السيارات لمساعدة السيدات العجائز على عبور الطريق أفعال الخير الصغيرة التي تنم عن الاهتمام والتي تحدث كل يوم وكل ساعة وكلمات الإحسان ونبرة الصوت الرقيقة والإشارات والنظرات الحنونة هي التي تجلب الحب وتحافظ عليه جورج A. سالا ابحث عن فرص لجعل الناس يشعرون بأهميتهم هذا العالم أكثر توقا للحب والتقدير منه للخبز الأوم تيريزا الحكماء ينصحوننا بعدم التحدث إلا بعد أن تتمكن كلماتنا من اجتياز ثلاث بوابات عند البوابات الأولى يجب أن نسأل أنفسنا هل تلك الكلمات صادقة فإذا كانت كذلك فإنها تعبر البوابة الأولى وإذا لم تكن فإنها تعود من حيث أتت وعند البوابة الثانية يجب أن نسأل أنفسنا هل تلك الكلمات ضرورية فإذا كانت كذلك فإنها تعبر البوابة الثانية وإذا لم تكن فإنها تعود من حيث أتت وعند البوابة الثالثة يجب أن نسأل أنفسنا هل تلك الكلمات طيبة عند الخروج من أي متجر اسأل موظف الحساب دائما عن حاله المجاملة الرقيقة لا تتسبب في فقدان أي شيء أبدا إنها أرخص المتاع سعر فهي لا تكلف شيئا ولكنها توصل الكثير إنها تسعد من يقدمها وتسعد من يتلقاها وهكذا فإنها بهجة مزدوجة إيراستوس ويمان إذا كنت تعرف شخصا يتبع حمية غذائية فقل له إن مظهره يبدو رائعا القلب الرؤوف هو نبع من السحادة يجعل كل شيء بالقرب منه يتحول إلى ابتسامات عذبة واشتون إيرفينغ عندما تتلقى الإحسان مرره للآخرين بعد أن تلقى بنيامين فرانكلين خطاب شكر على صنيع معروف قدمه رد على الخطاب قائلا وبالنسبة لصنيع المعروف الذي ذكرته فأتمنى لو أنني كنت أكثر فائدة لك مما فعلت ولكن لو أنني ساعدتك حقا فإن التعبير الوحيد عن الشكر الذي أريده هو أن تكون أنت مستعدا دائما لخدمة شخص آخر قد يكون بحاجة لمساعدتك بأي طريقة وهكذا تنتشر أفعال الخير بين الناس لأن البشر جميعا أسرة واحدة ومن جانبي فحيث إنني معين في وظيفتي لخدمة الآخرين فإنني لا أنظر لنفسي باعتباري أقدم معروفا وإنما باعتباري أسدد دينا كن أول من يقول مرحبا فرصة التآخي تظهر دائما في كل مرة تقابل فيها شخصا آخر جين ويمن نيويوك سيتي الخامس والعشرين تسعمائة وألف تم إيقاف أمين صندوق حملة لجمع التبرعات لبناء مستشفى ومعه خمسة عشر ألف دولارا بواسطة اثنين من اللصوص وعندما قال لهما هذا المال تم جمعه لبناء مستشفى لم يترك السارقان الرجل يمضي في سبيله فحسب ولكنهما أعطياه أيضا تبرعا بقيمة عشرة دولارات بيتريم سوركين ابتسم كثيرا فالابتسام لا يكلف شيئا ولا يقدر بثاما ربما لم يكون بحاجة إلي ولكن ربما العكس سأجعل نفسي متاحا لهم إن ابتسامة صغيرة جدا بحجم ابتسامتي قد تكون هي بالضبط ما يحتاجون إيميلي ديكنسون قصة مقالات الثناء التي تكتب في الصحف عن أناس تعرفهم وأرسلها إليهم بالبريد مع عبارات التهنئة حتى أبسط صنائع الإحسان تقول أنا مهتم أو تقول أنت مهم أو تقول لقد فكرت فيك جيني ديفري افعل كل الخير الذي تستطيع بكل وسيلة تستطيع بكل السبل الممكنة في كل مكان تكون فيه في كل الأوقات لجميع الناس طالما تستطيع جون ويسلي عامل الآخرين كما تحب أن يعامل أولادك ما الذي نعيش من أجله لو لم يكن هو جعل الحياة أقل صعوبة على بعضنا البعض جورج إليوت أسعد شخصا ما بدفع رسم مرور السيارة التي تليك كم يكون اليوم جميلا عندما تكون به لمسة لطف رقيقة جورج إليستون كن شديد اللطف والصبر مع كبار السين كن عازما على أن تكون رؤوفا مع الصغير عطوفا مع الكبير متعاطفا مع المناظل متسامحا مع الضعيف صافحا على المخطئ ففي وقت ما من حياتك ستكون كل هؤلاء لويد شيرير قل من فضلك وأشكرك كثيرا لا تستخف أبدا بتأثير المعروف البسيط إن معروفك قد لا يقابل بمثله أو حتى يتم تذكرة ولكن الإساءة ستقابل بمثلها ولا يمكن نسيانها الأميرة جاكسون سميث واجبك إظهار اللطف والإحسان عنصر أساسي من عناصر الحياة الطيبة إن صنائع الإحسان ليس بضرورة أن تكون كبيرة بل غالبا ما تكون أفعالا صغيرة تلقائية تتم بدون إعداد أو تخطيط وواجبك اليوم هو أن تبحث عن فرص لإظهار بعض الإحسان لمن هم حولك من أين تبدأ جرب بعضا مما يلي امنح بقشيشا سخيا لنادلة المطعم الذي تفضر فيه قدم مجاملة رقيقة لثلاثة أشخاص اليوم فاجئ شخصا عزيزا بهدية بسيطة غير غالية ادعو الشخص الواقف خلفك في الصف ليأخذ دورك عندما ترى سائحين يلتقطون الصور لبعضهم البعض اعرض عليهم أن تلتقط لهم صورة معا فاجئ جغرا جديدا بأحد الأطباق المنزلية المفضلة لديك وأطلعه على وصفة إعداد الطبق الكرم عشية العيد في تقص بارد ما زلت أستطيع رؤيته بعد كل تلك السنوات كانت عشية العيد في أحد أعوام السبعينيات من القرن الماضي كان برنامج الشباب بالمدرسة الثانوية لدينا مشاركا في حملة تمويل إحدى مؤسسات إطعام وإيواء الفقراء كنت أقف خارج أحد متاجر كيمارت في ويسكونسون أدق الجرس بدوار صدوق جمع التبرعات في آخر نوبة في الموسم مع اقتراب وقت الإغلاق كانت حشود المشترين قد تضاءلت كان وقت الإغلاق متأخرا بالنسبة لي كنت أتجمد من البرد في ذلك الوقت سمعت سيارة متهالكة قديمة تدخل ساعة الانتظار ومساحات زجاجها الأمامي تتحرك جيئة وذهابا لإبعاد الثلج بنبرة صوت غاضبة أمغمت من بين أنفاسي إنها نهاية اليوم ولا زال البعض يرغب في الشراء انهارت روح التطوع لدي تحت وطأة الريح الباردة خرج رجل عجوز من السيارة وراح يجر ساقيه سائرا نحوي استقبلته سائلا هل تريد شراء هدية أخيرة؟ بدأ أنه يفكر في كلماتي ثم أجاب بصوت رقيق نعم هدية أخيرة اقترب من صندوق جمع التبرعات الأحمر الشهير وأخرج يدا ذخمة عجوز تشبه جذور الأسجار من جيب معطفه الدافئ وبها أربع عملات معدنية هل هي بنسات؟ كلا ماذا إذن؟ رفع يده برفق شديد وسقطت العملات المعدنية المجهولة داخل الصندوق قلت له شاكرا عيد سعيد أشكرك على المساعدة رفع عينيه الزرقاوين ونظر في عيني وأجاب وهو يومئ برأسه ليس بإمكاني أن أمنع نفسي ثم استدار وانصرف بهذه البساطة راقبته بينما كان يرحل وآثار أقدامه تنطبع في الثلج وقلت محدثا نفسي لقد كان هذا غريبا غريبا بحق رجل عجوز يخرج في تقس سيء على طرق خطيرة ليهب بنسات قليلة للأعمال الخيرية حسنا لقد اتضح أن تلك البنسات القليلة هي في الحقيقة بضعة آلاف من الدولارات لقد تعرف عليها بفرح أحد المحاسبين في المقر الرئيسي لقد كانت عملات من أصل جنوب أفريقي كانت من الذهب الخالص وبعد كل هذه السنوات لا زالت كلمات العجوز تتردد في ذاكرة حين قال ليس بإمكاني أن أمنع نفسي لقد أصبحت كلماته بالنسبة لي ملخصا لجوهر الكرم المثير الكامن في قلوب البشر الذي يدفع المرأة لمساعدة الآخرين بدون سبب سوى متعة خدمة قضية أكبر من ذاته تلك هي اللحظات التي تتألق فيها أرواحنا بروعة وبهاء وتربطنا بالغاية من خلقنا إنني أعرف ذلك لأنني رأيت هذا التألق في عينين زرقاوين لرجل عجوز كان يقف وسط الجليد في عشية الأعياد اختر مؤسسة خيرية في منطقتك وساندها بسخاء بوقتك ومالك في الشارع رأيت فتاة صغيرة ترتجف في رداء خفيف بلا أمل كبير في أن تحظى بوجبة طعام جيدة شعرت بغضب شديد وقلت لنفسي لماذا يحدث هذا لماذا لا يساعدها أحدهم ثم عدت إلى رشدي حينما جاءني الرد ولماذا لا أساعدها أنا ماري روز ماك جريدي خصص بضع ساعات كل شهر لتوصيل الطعام للعجائز والمحتاجين يزداد الإنسان نضجا عندما يشعر أن اهتمامه بالآخرين يفوق انشغاله بنفسه جون مكنوتون بارك كل يوم من أيامك بفعل كريم ضع قاعدة ودعو الله أن يساعدك على الحفاظ عليها إذا أمكنك فلا تأوي إلى فراشك أبدا في الليل دون أن تكون قادرا على أن تقول لقد جعلت شخصا ما أكثر حكمة أو أكثر سعادة أو على الأقل أفضل حالا هذا اليوم تبرع بالطعام لضحايا الكوارث الطبيعية عندما تقع كارثة أو مأساة في أي ركن من أركان العالم ينبغي أن يكون الشعب مستعدا لمد يد العون والرحمة بكرم وعلى الفور إن الكرم لا يتسبب أبدا في فقر المعطي إنه يثري حياة من يمارسونها دوائد دي أيزنهاور تبرع بشيء ما لكل صندوق لجمع التبرعات تمر عليه أثناء إجازات الأعياد ينبغي أن نعطي تماما كما نحب أن نأخذ بابتهاج وبسرعة وبدون تردد لأنه ليس هناك خير في الاحتفاظ بالنعم ومنع العطاء سينيكا تذكر أن مزايا عيش الحياة بحماس وامتنان دائما ما تكون متاحة كان هناك رجل قالوا إنه مجنون كلما أعطى المزيد امتلك المزيد وقع بطاقة التبرع بالأعضاء وحملها معك لا ينبغي علينا أن نعطي مما نملك فحسب بل يجب أن نعطي من أنفسنا ذاتها ديزري جوزيف ميريسير تطوع بالعمل بضع ساعات كل شهر في مطعم للفقراء كيف يبدو الحب له يدان لمساعدة الآخرين له قدمان يسرع بهما إلى الفقراء والمحتاجين له عينان يرى بهم البؤس والحاجة له أذنان يسمع بهما تنهدات المكروبين هكذا يبدو الحب سانت أوغستين تبرع بلتر من الدم كل عام أحياناً عندما أفكر في النتائج الهائلة المترتبة على أشياء بسيطة أكاد أتصور أنه ليس هناك شيء صغير بروس بارتون تبرع بجميع الملابس التي لم تلبسها خلال السنوات الثلاث الماضية لمؤسسة خيرية إذا كنت لا تصنع المعروف ولا تعطي الصدقات فإنك مصاب بأسوأ أنواع مرض القلوب بوب هوب شارك في أنشطة مدرسة تفلك بعد كلمة الحب تأتي كلمة المساعدة كأفضل كلمة على وجه الأرض بيرثافون سوتنر شارك معرفتك إنها وسيلة لبقاء ذكرك لو أنك كنت سبباً في إحياء شيء جميل في نفوس الناس فإنك تكون قطعت خطوة نحو خلود ذكرك في عقول الناس نورمان كازينز فارغ السبعة وخمسين بينسان منذ سنوات عديدة مضت في فيلاديلفيا صنعت فتاة صغيرة تدعى هاتي فارغاً في حياة الناس في مجتمعها كان أحد المدرسين قد بدأ برنامجاً مدرسياً يوم الإجازة لأطفال الحي وجاءت هاتي لحضور الدرس الأول ولأن القاعة كانت صغيرة لم يكن هناك مفر من صرف بعض الأطفال أوت هاتي إلى فراشها حزينة في تلك الليلة لأن العديد من رفاقها في اللعب لم يتمكنوا من حضور الدرس فببساطة لم يكن هناك متسع لهم في القاعة وبعد عامين من ذلك ماتت هاتي أرسل والدها إلى المدرس وأعطيه محفظة جيب حمراء بالية ولداها تحت وسادة هاتي كانت المحفظة تحتوي على 57 بينسان كانت قد كسبتها من خلال القيام ببعض المهام البسيطة ومع هذا المبلغ كانت هناك رسالة بخطياد هاتي تقول فيها هذا المال من أجل توسيع قاعة الدرس حتى يتمكن المزيد من الأطفال من الحضور وفي يوم الإجازة التالي لجنازة هاتي حمل المدرس المحفظة الحمراء الصغيرة معه إلى الدرس وأخرج منها البنسات وراح يسقطها واحدا وراء الآخر في كيس النقود أخبر الحضور كيف أن هاتي أعطت كل ما كانت تملكه وتأثار الجميع بشدة وبعد الدرس تقدم أحد الحضور وعرض تخصيص قطعة أرض ذات موقع ممتاز لبناء قاعة جديدة قال الرجل سأبيعها مقابل تلك البنسات السبعة والخمسين وعندما وصلت القصة للصحافة بدأت شكات التبرع تتدفق من كل مكان واليوم أصبح الزوار ينظرون بكل إعجاب وانبهار لهذا المبنى في فلاديلبيا الذي تم بنائه بما تم جمعه من مال لقد وصلت سعة هذا المبنى الآن إلى ثلاثة آلاف وثلاثمائة شخص وكل هذا بدأ بفتاة صغيرة تدعى هاتي أرادت المساعدة ويا له من فارق ذلك الذي صنعته مقتبسة من From My Heart ساند أفراد الأسرة ماليا وعاطفيا عندما يشعرون بالحاجة والإحباط لا توجد أعباء ثقيلة إذا شارك الجميع في الحمل في المرة القادمة التي تطلب فيها طعاما تتناوله خارج المطعم امنح النادل الذي سيناولك إياه بقشيشا سخيا سيثير هذا دهشته ويدخل عليه السرور ما أبعد ما يصل إليه ضوء هذه الشمعة الصغيرة كذلك يشرق عمل الخير في عالم بغيظ السؤال الأكثر الحاحة في الحياة هو ما الذي تفعله من أجل الآخرين مارتين لوثر كينغ الإبن علم أطفال الحي درسا عن القيم المعلم يترك أثرا غير محدود إنه لا يمكن أن يعرف بحال إلى أي حد سيصل تأثيرها هينري آدمز اشتري التذاكر وقطع الحلوى والمنتجات المخبوزة من الطلاب الذين يجمعون المال من أجل المشاريع المدرسية ساعد طفلا بذلك تكون ساعدة الإنسانية فيليبس بروكس ليس هناك حب أعظم أي كان هدفها المخطط له فقد هبطت قضائف الهون على دار للأيتام تديرها مجموعة خيرية من الموظفين في قرية فيتنامية صغيرة قتل جميع أفراد المجموعة مع واحد أو اثنين من الأطفال على الفور وجرح العديد من الأطفال الآخرين ومنهم فتاة صغيرة في الثامنة من عمرها تقريبا طلب أهل القرية مساعدة طبية من مدينة قريبة يمكنها الاتصال لاسلكيا بالقوات الأمريكية وأخيرا وصل طبيب وممرضة من الأسطول الأمريكي في سيارة جيب قرر الطبيب والممرضة أن الفتاة هي صاحبة الإصابة الأكثر خطورة وبدون اتخاذ إجراء سريع فإنها ستموت بسبب الصدمة وفقد الدم كان نقل الدم حتميا وكانت هناك حاجة إلى متبرع له نفس فصيلة الدم وأظهر اختيار سريع أن أحدا من الأمريكيين ليس له نفس فصيلة الدم ولكن العديد من الأطفال الأيتام غير المصابين كانت لهم نفس الفصيلة كان الطبيب يتحدث اللغة الفيتنامية قليلا والممرضة تجد بعض الكلمات الفرنسية وباستخدام تلك التوليفة مع الكثير من لغة الإشارة حاول أن يشرح للأطفال الصغار المذعورين أنهما إذا لم يتمكنا من تعويض بعض الدم المفقود فإن الفتاة ستموت بلا ريب ثم سألا إن كان أي من الأطفال مستعدا للتبرع بالدم لمساعدتها سادف طلبهما صمتا وأعينا متسعة وبعد عدة لحظات طويلة ارتفعت يد صغيرة مرتعشة ثم سقطت لأسفل مرة أخرى ثم عادت ترتفع من جديد قالت الممرضة بالفرنسية أوه أشكرك ما اسمك؟ جاء الرد على السؤال هينغ رقد هينغ بسرعة على فراش من القش وتم مسح ذراعه بالكحول لتطهيرها وغرس إبرة في وريده وطوال الوقت ظل هينغ راقدا في تايبوس وصمت ولكن بعد قليل من الوقت أفلتت منه تنهيدة مرتعدة فسارع بتغطية وتهي بهديه اللطيفة سأله الطبيب هل تشعر بألم يا هينغ؟ هز هينغ رأسه نفيا ولكن بعد برهة أخرى أفلتت منه تنهيدة ثانية ومرة أخرى حاول أن يخفي بكاءه مرة أخرى سأله الطبيب عما إذا كانت الإبرة تؤلمه ومرة أخرى هز هينغ رأسه نفيا كان الفريق الطبي قلقا لقد كان من الواضح أن هناك خطر كبير يحدث وفي هذه اللحظة وصلت ممرضة فيتنامية للمساعدة وعندما رأت كربا وجزع الفتى الصغير تحدثت معه بسرعة بالفتنامية وسمعت رده وأجابته بصوت هادئ لطيف وبعد لحظة توقف الفتى عن البكاء ونظر للممرضة الفتنامية نظرة تساؤل وعندما أومأت برأسها إجابا أعالت على وجهه نظرة ارتياح قالت الممرضة للأمريكيين بهدوء لقد ظن أنه يحتذر لقد أساء فهم مقصدكما كان يتصور أنكما تطلبانه بالتبرع بكل دمه حتى تعيش الفتاة الصغيرة سألت ممرضة الأسطول ولكن لماذا يمكن أن يوافق على شيء كهذا كررت الممرضة الفتنامية السؤال على الفتى باللغة التي يفهمها فأجاب ببساطة لأنها صديقتي ليس هناك حب أعظم من هذا الحب أن يهب الإنسان حياته من أجل صديق جون دابليو مانسور هذا العام اشتري صندوقا إضافيا من الحلوى التي تبيعها فتيات الكشافة من الجميل أننا لا نصاب بالدوار أبدا بسبب صناع علم عروف جورج بنجيز لا تنسى أبدا أن قيمتنا تقدر في الأساس بما نعطيه وليس بما نأخذه العطاء أفضل وأكرم من الأخذ حكيم لا تفرد في الاهتمام بالثروة أو السلطة أو الشهرة وإلا فإنك ستقابل يوما ما شخصا لا يبالي بأي من تلك الأشياء وسوف تدرك حينها إلى أي مدى أصبحت فقيرة روديارد كيبلينج ادفع مصاريف ذهاب طفل فقير إلى معسكر صيفي إنك لم تعيش يوما مثاليا حتى إذا كنت قد كسبت مالك بجذارة واستحقاق ما لم تكن قد فعلت شيئا ما من أجل شخص لن يتمكن أبدا من سداد ذلك الدين روث سميلزر لا تقاوم أبدا دافعا كريما عبارة يجب أن أفعل شيئا ما دائما ما تحل مشاكل أكثر من التي تحلها عبارة يجب فعل شيئا ما بيتس أند بيسز تذكر دائما أن أسعد الناس ليس أولئك الذين يلالون المزيد وإنما أولئك الذين يعطون المزيد السعادة لا تتحقق لمن يلتمسها لنفسه وإنما تتحقق لمن يريدها للآخرين H.W. سيلفستر لا تعبط الناس على ثرواتهم ولكن على الطرق الكريمة والإبداعية التي يستخدمون بها ثرواتهم لا تحاول أن تكون إنسانا صاحب نجاحات وإنما حاول أن تكون إنسانا صاحب قيم ألبرت أشتاين أتراها مصادفة كنت شديد الفخر بابنة إيميلي ففي سن تسع سنوات فقط كانت تدخل مصروفها طوال العام وتحاول كسب المزيد من المال عن طريق القيام ببعض المهام الصغيرة في ألحاء المنطقة التي نسكن فيها كانت إيميلي عازمة على الدخار ما يكفي من المال لشراء دراجة لتسلق الجبال وكانت هذه الدراجة شيئا تتوق إليه بشدة وكانت حريصة على الدخار مصروفها منذ بداية العام سألتها بعد أحد الأعياد مباشرة كيف حالك يا حبيبتي؟ كنت أعلم أنها كانت تأمل في امتلاك كل المال الذي تحتاجه بحلول نهاية العام أجابت معي 49 دولار يا أبي لست واثقة من أنني سأحقق الهدف قلت لها مشجعا لقد اجتهدت بشدة يا عزيزتي تابعي عملك الجيد ولكنك تعلمين أنك تستطيعين الاختيار من مجموعة الدراجات التي أمتلكها في النهاية قالت أشكرك يا أبي ولكن دراجاتك قديمة الطراز للغاية ابتسمت لأنني كنت أعرف أنها على حق فباعتبار جامع دراجات قديمة فإن جميع موديلات الدراجات للفتيات التي أمتلكها تعود إلى حقبة الخمسينيات وهي ليست النوع الذي يمكن أن يختاره أطفال اليوم وعندما حل موسم الأعياد ذهبت أنا وإميلي للتسوق ورأت إميلي العديد من الدراجات غير باهظة الثمن التي ظنت أنها ستفتر للرضى بها في النهاية وبينما كنا نغادر أحد المتاجر رأت متطوعا بإحدى المؤسسات الخيلية التي تعمل من أجل إطعام وإيواء الفقراء يدق جرسه بجوار صندوق كبير لجمع التبرعات سألتني هل يمكن أن نعطيه شيئا يا أبي أجبتها معذرة يا عزيزتي ولكن الفكة نفذت مني وهضبت إميلي على الإدخار باستهاد خلال شهر ديسمبر وبدأ أنها ستتمكن من تحقيق هدفها في نهاية الأمر ثم فجأة في أحد الأيام هبطت من الدور العلوي متوجهة نحو المطبخ وألقت تصريحا على مسامع أمها قالت بتردد أمي هل تعرفين ما سأفعله بكل المال الذي كنت أدخره؟ ابتسمت زوجتي ديانا وهي تقول نعم يا عزيزتي قالت لقد ألهمني الله أن أهبه كله للفقراء إنحنت ديانا لتصل إلى مستوى طول إميلي وقالت تلك فكرة بالغة الكرم واللطف منك يا حبيبتي ولكنك كنت تدخلين المال طوال العام ربما من الأفضل أن تهبي جزءا منها وتبقي جزءا هزت إميلي رأسها بقوة وهي تقول بل كله يا أمي وعندما رأينا أنها جادة فيما تقول قدمنا لها اقتراحات عديدة بشأن الأماكن التي يمكنها التبرع لها ولكنها كانت عازمة على شيء محدد ولذلك في صباح أحد أيام العطلة الباردة قبل العيد وبدون جلبة أو ضجيج قامت بإعطاء كل مدخراتها التي بلغت 58 دولارا لأحد متطوعي مؤسسة إطعام وإيواء الفقراء الذي شعر بدهشة وامتنان شديدين وبينما كنت متأثرا بكرام إيميلي وإيثارها رأيت فجأة أن تاجر السيارات المحلي كان يجمع الدراجات المستعملة لتجديدها وتلمعها وإعطائها للأطفال الفقراء في العيد حينها أدركت أنه إذا كانت بنتي البالغة من العمر 9 سنوات قادرة على منح كل ما تملكها فمن المؤكد أنني أستطيع منح دراجة من مجموعتي وبينما كنت أمسك بدراجة أطفال لامعة ولكنها عتيقة الطراز من بين طابور الدراجات في القراج بدأ وكأن دراجة أخرى في الصف تلمع أكثر وأكثر هل يجب أن أهب دراجة أخرى؟ كلا واحدة ستكون كافية بالتأكيد ولكن عندما وصلت إلى سيارتي لم أتمكن من التخلص من شعوري بأنه ينبغي أن أتبرع بتلك الدراجة الثانية أيضا وطالما استطاعت إيميلي اتباع ما أمله عليها إلهامها وشعورها قد خررت أن أفعل المثل أيضا استدرت عائدا وقمت بوضع الدراجة الثانية في الشاحنة ثم اتجهت نحو تاجر السيارات وعندما أوصلت الدراجتين شكرني تاجر السيارات وقال لي إنك ستدخل سعادة عامرة على طفلين يا سيد كوبر وإليك التذكيرتين تسألت في حيرة تذكيرتين قال نعم إننا في مقابل كل دراجة يتم التبرع بها نقدم فرصة لفوز بدراجة رجال جبلية سريعة جديدة من متجر دراجات محلي لذا إليك التذكيرتين ولديك فرصتان ترى لماذا لم أندهش عندما فازت التذكيرة الثانية بالدراجة الجائزة ضحكت زوجة ديانا وهي تقول بسعادة لست أصدق أنك فست بها قلت لها لست أن الفائز من الواضح تماما أن إيميلي هي الفائزة وترى لماذا لم أندهش عندما وافق تاجر الدراجات بكل سرور على إعطاء دراجة فتيات جبلية رائعة بدلا من دراجة الرجال المعلن عنها هل هي مصادفة؟ ربما إلا أنني أحب الاعتقاد أن الله شاء أن يكافئ فتاة صغيرة على تضحية تفوق سنها في الوقت الذي أعطت فيه والدها درسا في حب الخير والبر والإحسان والإيمان بالله إيد كوبر شارك مع مؤسسة الأمم المتحدة للإيواء أبيتايت وساعد في بناء المساكن للفقراء زر موقع المؤسسة على الإنترنت إننا نحتمي في ذل بعضنا البعض مثل أيرلندي اجعل أطفالك يرواك في مواقف الكرم مع المحتاجين الاهتمام بالآخرين ورعايتهم سيجعلك أنت وأطفالك تحققون تقدما في الحياة أكبر مما يمكن أن تحققه أي درجة جامعية أو مهنية ماريان رايت إيدليمن لست أعرف ماذا ستكون مصائركم ولكن هناك شيء واحد أعرفه إن من سيكونون سعداء بحق بينكم هم أولئك الذين سيبحثون عن سبيل لخدمة ومساعدة الآخرين ويجدونها ألبرت شويتزر تطوع بالمساعدة في الأولمبياد الخاصة بمدينتك إذا أردت أن ترتقي بنفسك فساعد شخصا آخر على الارتقاء بوكرت واشنطن لا تقرر أبدا أن لا تفعل أي شيء لمجرد أنك لا تستطيع فعل سوى القليل افعل ما تستطيع فعله إنني مجرد فرد واحد إلا أنني قادر لا أستطيع فعل كل شيء إلا أنني أستطيع فعل شيء وبمجرد أنني لا أستطيع فعل كل شيء لن يجعلني أحجم عن فعل الشيء الذي أستطيع فعله إيدوارد إيهال دائما ضع شيئا في صندوق التبرعات من لا يتسم بالكرم ويعطي مما لديه يخدع نفسه عندما يظن أنه سيكون أكثر عطاء لو كان يمتلك المزيد W.S. Plummer عندما يكون أحد أصدقائك في حاجة ساعده دون أن يضطر لأنه يطلب منك المساعدة أولئك الذين لا يعطون إلى أن يطلب منهم يكون عطاؤهم قد تأخر كثيرا كوبيا مادا أعظم أمراض العصر ليس هو الجذام أو السل وإنما هو شعور المرء بأنه غير مرغوب فيه وليس هناك من يهتم به ومنبوض من الجميع إننا نستطيع معالجة الأمراض البدنية بالأدوية ولكن العلاج الوحيد للوحدة والإحباط واليأس هو الحب الامتيريزا وقت الحاجة منذ سنوات عديدة مضت كان فتيانون يشقان كان فتيان يشقان طريقهما في التعلم في جامعة ستانفورد انخفضت مواردهما المالية بشدة وجاءتهما فكرة جلب عازي في البيانو الشهير إيجانسي بادروسكي للعصف في حفل موسيقي كانا سيستخدمان المال العائد في سداد رسوم التعليم طلب مدير أعمال الموسيقي الكبير أجرا قدره ألفين دولار كان هذا المبلغ ضخما للغاية في تلك الأيام ولكن الفتيان وافقا وواصل الترويج للحفل عملا باجتهاد شديد ليجد في النهاية أن الإجمالية الذي وصل إليها هو ألف وستمائة دولار فقط وبعد نهاية الحفل الموسيقي أخبر الفتيان الفنان الكبير بالخبر الصيء أعطيه مبلغ الألف وستمائة دولار بالكامل مع كمبيالة بمبلغ أربعمائة دولار وأوضح له أنهما سيوفران المبلغ في أسرع وقت ممكن ويرسلانه إليه كانت تلك تبدو نهاية حياتهم الدراسية بالجامعة رد باتروسكي كلا أيها الفتيان هذا لن يكون ثم قام بتمزيق الكبيرات إلى نصفين وأعاد إليهم المال أيضا وقال لهما خذ من هذا المبلغ كل رسوم التعليم وليأخذ كل واحد منكما عشر بالمائة مقابل جهدكما وسأكون راضيا بالمبلغ المتبقي ومرت السنون واندلعت الحرب العالمية الأولى وانتهت وكان باتروسكي الذي أصبح حينئذ رئيس وزراء بولندا يحاول إطعام ألاف المواطنين الجوعة في بلده وكان الشخص الوحيد في العالم الذي تمكن من مساعدته وهيربيت هوفر الذي كان رئيسا لمكتب الطعام والمعونة استجاب له هوفر وسرعان ما تدفقت آلاف الأطنان من الطعام إلى بولندا وبعد إطعام الشعب الجائع ذهب باتروسكي في زيارة إلى باريس لتقديم الشكر للسيد هوفر على المعونة التي أرسلها إليه وكان رد هوفر هو أن قال لا بأس يا سيد باتروسكي بالإضافة إلى أنك ربما لا تذكر ذلك ولكنك ساعدتني ذات مرة عندما كنت طالبا بالجامعة مقتبسة من The Best of Bits and Pieces لا تذكر أحدا أبدا بمعروف أو صنيع قدمته له من قبل اصنع المعروف ثم انس أمره يجب أن تعطي بعض الوقت لإخوانك البشر افعل شيئا من أجل الآخرين حتى إذا كان صغيرا بسيطا شيئا لا تأخذ عليه مقابلا سوى متعة القيام به Albert Schweitzer تمر بخمسة بالمائة على الأقل من دخلك لأعمال الخير إن الله لا ينعم علينا بالراحة لكي نستريح وإنما لكي نساعد الآخرين على الارتياح J.H.Lovett كن مثالا لما تريد أن تراه ينتشر في العالم قدوة الأفراد العظماء الأنقياء هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقودنا إلى أفكار وأفعال نبيلة Albert Einstein أحصل بثروتك بما سيتبقى لديك إذا فقدت كل مالك لو أن كل ما سيذكرني به الناس هو أنني كنت لاعب كرة سلة جيد فإنني أكون بذلك قد أهذرت بقية حياتي واجبك ما تعطيه دائما ما سيعود عليك ببهجة أكبر مما تأخذه إنها حقيقة بسيطة ولكن عندما تطبقها عمليا في حياتك سيصبح الكرم أسلوب حياة ترغب في اتباعه وليس شيئا تشعر أنك مضطر له ستجد نفسك في الواقع تبحث عن طرق لمبارسة كرمك إليك بعض الأفكار التي يمكنك تنفيذها اليوم اترك ربع دولار في مكان يستطيع أحد الأطفال العثور عليه فيه تخلى عن إحدى وجباتك وامنح ما كنت ستنفقه على تلك الوجبة لأحد الفقراء في الشارع اعرض دفع رسوم إيقاف السيارة في ساحة الانتظار عندما تكون راكبا مع شخص آخر اشتري ما يبيحه الأطفال في أفنية المنازل قدم تبرعا سخيا لأحد الأبحاث التي تجري على مرض السكر مثلا المتع البسيطة الأقرب والأغلى تقول آني مارولين بيرج في كتابها الكلاسيكي الأكثر ما بيعا Gift from the Sea ليست حياة البساطة هي التي يحذرنا منها الحكماء وإنما حياة الدعاء إنها لا تؤدي إلى التوحد وإنما إلى الفرقة والتشرذم إنها لا تجلب البركة بل تدمر الروح في تلك الكلمات تكمن حقيقة رائعة إن كل واحد منا يقدر ما هو قريب وغال من قلبه بطريقته الخاصة إن مجرد سماع كلمات أرجوحة الشرفة المقعد الهزاز حمام الفقاقع يمكن أن يهدئني ويبطئ نبض قلبي قليلا ويستثير تنهيدة حار هذا سبب للتوقف إن الحياة تحثن على التوقف قليلا والتريث والاستمتاع بمتاعها البسيطة شروق الشمس غروب الشمس حقول الأزهار قبل اللقاء قبل الوداع رائحة الخبز الطازج الفطائر منزلية الصنع احتفالات أزهار التليب تفاح الكراميل الاستحمام في ضوء القمر الاستغراق في النوم على صوت سرصار الليل الصفير سماع كلمة أحبك قول كلمة أحبك الدغدغة الغناء رؤية أحد الأحباء نائما التنزه في أسواق المزارعين الاحتضان النوم وسط الأغطية القديمة وأكياس الوسائد المترزة سماع الأطفال يتغنون بالحروف الأبجدية رؤية الطيور وسماع تغريدها شم رائحة الملاءات القطنية النظيفة هدهدة الأطفال الرضع الاستمتاع بالدفء في بيجاما من الصوف الناعم وزوج من الشباش باللينا رؤية ذيل كلب يهتز تناول الوجبات معا كعائلة رؤية أزهار البنفسج في الآنية على عتبات النوافذ العسف على الهارمونيكا سماع صياح الديك في وقت الفجر ارتشاف قدح من القهوة المنكهة النوم في وقت متأخر العثور على خطابات لخط اليد في صندوق البريد قراءة حكايات قبل النوم الدعاء سماع صوت أمواج البحر من خلال الأصداف التي يدهم جمعها أثناء الإجازات الصيفية ارتداء ملابس الجينز القديمة امتلاك فكرة جديدة النوم بدون حمل الضغاء سماع صياح الجيران المرحب عبر الفناء إن الحياة تدعون جميعا فما الذي ننتظره ازرع الظهور في كل ربيع من الممكن أن يظن سكان كوكب آخر ليست به ظهور أن أهل الأرض يكادون يطيرون من السعادة طوال الوقت لوجود تلك الظهور حولهم آيريس موردوخ تعلم صنع صوس سباكيتي رائع العنصر الذي لاغن عنه في جميع الأطعمة الجيدة التي تطهى في المنزل هو حب أولئك الذين تطهو الطعام لهم صوفيا لورين فكر أفكارا عظيمة ولكن استمتع بالمتاع الصغيرة سعيد هو الإنسان الذي يستطيع الاستمتاع بالأشياء الصغيرة والمباهج البسيطة والأحداث اليومية العادية شروق الشمس على الحقول تغريد الطيور على الأقصان وجبة الإفطار أو العشاء أو زيارة صديق وكثير من الذين يذهبون بعيدا بحثا عن السعادة يتركون تلك السعادة وراء ظهورهم في أقرب الأماكن منهم وأبسط الأشياء بين أيديهم دايفيد كيرسون إرعى كلبا واهتم به أي أن بلغ افتقارك للمال وقلة امتلكاتك فإن امتلاك كلب وفي يجعلك إنسانا ثريا لويس سابين العثور على طريقة لعيش حياة بسيطة في عالم اليوم وأعقد المهام التي يواجهها الإنسان هنري آي كورتني ضع قليلا من الحلوى في كوب الشيكولاتة الساخنة إن لساني يبتسم أبيغل تريلين قف وراقب فلاحا يحرث حقله أن تشاهد محصول الذرة وهو ينمو أو الأزهار وهي تتفتح أن تأخذ نفسا عميقا وأن تتستخدم نصل المحلاث أو المجرفة أن تقرأ أن تفكر أن تحب أن تدعو الله هي الأشياء التي تجعل الإنسان سعيدة جون راسكين تعلم العصف على آلة موسيقية أعتقد أنني لا أكون بحاجة إلى أي شيء آخر إذا كنت أسمع دائما للكثير من الموسيقى يبدو وكأن الموسيقى تبط القوة في أوصالي والأفكار في عقلي ويبدو وكأن الحياة تسير بسلاسة وبلا جهد عندما أكون مشبعا بالموسيقى جورج إليوت إضحك بصوت مرتفع الضحك هو الشعور بالسعادة بكل كيانك ولكن مع ظهور ذلك في الأساس في منطقة الوجه جورج بيلينجيس احتفظ بدفتر يوميات إذا كانت حياتك تستحق أن تعيشها فهي تستحق أن تسجلها مارلين جراي احتفظ ببعض كتب الإلهام والتحفيز المفضلة لديك بجوار فراشك ساعة واحدة فقط في اليوم قد تكون أكثر متعة من الساعة التي تقضيها في الفراش وأنت تقرأ كتابا قبل أن تخلد للنوم وتلك هي الساعة التي تقضيها في الفراش مع كتاب بعد أن تستيقظ في الصباح روز ماكاولي دقات الساعة وظهور دوار الشمس والطعام والقهوة والملابس المكوية والحمامات الساخنة والنوم والاستيقاظ أوه أيتها الحياة إنك أروع من أن يستوعب جمالك أحد ثورتون وايلر البخيل كان هناك رجل يمتلك قدرا هائلا من الذهب المدفون في الأرض وكان يعود إلى الموضع الذي دفانه فيه كل يوم ليلقي نظرة عليه ويحصيه قطعة قطعة كان يذهب كثيرا جدا إلى كنزه المدفون لدرجة أن لصا كان يراقبه استطاع تخمين أن الرجل يخفي كنزا وفي ليلة من الليالي حفر اللص بهدوء وأخرج الكنز ولاذ بالفرار وعندما اكتشف الرجل خسارته غرق في الحزن واليأس راح يئن ويتأوه ويصرخ ويمزق شعره رآه أحد جيرانه فقال له لا تحزن إلى هذا الحد ادفن بعض الحجارة في الحفرة وتخيل أنها ذهب ستؤدي الغرض بنفس الكفاءة لأنك لم تكن تنفق شيئا من الذهب عندما كان موجود أي سوب اقضي بعض الوقت بمفردك عندما لا نطيق تحمل الوحدة فإن هذا يعني أننا لا نقدر على الأرجح الصاحب الوحيد الذي يرافقنا من المهد إلى اللحد أنفسنا أي داليشان اشتري الخضروات من المزارع مباشرة من الصعب أن تفكر في أي شيء سوى الأفكار المبهجة أثناء تناول الطماطم المزروعة في المنزل لويس كريزارد لا تسجاهل المتاع الصغيرة في الحياة أثناء بحثك عن المتاع الكبيرة تذوق المتاع الصغيرة في الحياة تقطقت النار غروب الشمس حضن من طفل تمشية مع أحد الأحبة قبلة خلف الأذن جون أنتوني اشتري إناء لتغذية الطيور وعلقه بحيث يمكنك رؤيته من نافذة المطبخ احكم على أغنية الطائر بتأثيرها في أرواح البشر وليس بجودتها الموسيقية أو حتى ما بها من إبداع لين إزرر تعلم ثلاث نكات طريفة بحيث تكون مستعدا دائما لإمتاع الأطفال الضحكة هي أفضل ما يمكن مشاركته على الإطلاق روبرت فلوغام لا تجعل ممتلكاتك تمتلكك كلما زاد ما تملكه زاد ما يجب عليك الحرص عليه أليس دورمان قل الوقت مشاهدة التلفزيون هناك أيام يكون فيها أي جهاز كهربي في المنزل بما في ذلك المكنسة الكهربائية أكثر تسلية من جهاز التلفزيون هاريد فان هوران تنزه بالسيارة بعد ظهيرة يوم الإجازة في أنحاء الريف أعتقد أن الإنسان الذي يمر على الظهور البنفسجية في حقل دون أن ينتبه إليها يفتقر للكثير من الإحساس أليس ووكر إن ضم لكورس من المنشدين لا تتردد في استخدام مواهبك ستبدو الغابات صامتة إذا حد كئيب لو لم تغني إلا الطيور الأجمل صوتا فحسب هنري فاندايك ما بين الحين والآخر شاهد حلقة من أحد برامج الأطفال إننا لا نكون أطفالا سوى لوقت محدود ولكننا نستطيع الاحتفاظ بالطفولة بداخلنا إلى الأبد بروك تولي حرمان شعوري أريد الذهاب للرقص وارتداء فستان يدور ويرتفع من حولي وأريد أن أضحك أريد الشعور بملمس الحرير وهو ينزلق فوق ذراعي وعلى جسدي أريد الاستمتاع ببهجة ملامسة نعومته الهامسة أريد الرقود في فراشي والتمتع بترف الملاءات النظيفة الباردة ووضع رأسي على وسادتي النعمة أريد الذهاب للنوم في الوقت الذي أريده والأنوار مطفأة وأريد الاستيقاظ عندما أكون مستريحة ومستعدة للاستيقاظ أريد التمدد على أريكتي تحت بطانية الأفغانية ذات النسيج الأزرق والإنسات لصوت الموسيقى المفضلة وهي تنساب من المذياع إلى داخل كياني وتروي عطش روحي أريد الجلوس في شرفتي وارتشاف القهوة الساخنة من كوبيا الخزفي وقراءة الصحيفة وسماع نباح الكلب عندما تتحرك أوراق الشجر أو تركض السناجب أريد الرد على الهاتف والاتصال بأصدقائي وأفراد عائلتي والتحدث حتى تنتهي كل الكلمات التي دخرناها لبعضنا البعض وأريد الضحك أريد سماع نفيري للقطار وهو ينطلق بسرعة على قضبانه وجلبت الحصى بينما تمر عليه السيارة في الممر الجانبي وصفق أبواب السيارات عندما جئ الأصدقاء للزيارة أريد سماع سلسلة ورنين أدوات المائدة المعدنية على أطباق الصينية وصوت الماء في إناء صنع القهوة أريد المشي حافية القدمين على الأرض الباردة البيضاء في مطبخ بيتي وعلى سجادة النعمة الزرقاء في غرفة نومي أريد رؤية الألوان جميع الألوان في الوجود أريد رؤية اللون الأبيض الأبيض الناصع النقي الذي لا تشوبه شائبة أريد رؤية مساحات شاسعة من الأشجار الخضراء ومسافات طويلة من الخطوط الصفراء على الطرق السريعة وأريد رؤية القمر أريد شمى لائحة اللحم وهو يشوى أو يحمر ولائحة طعام العشاء ولائحة شجيرات الطماطم ولائحة الملابس النظيفة ولائحة البحر ولكن أكثر من كل هذا أريد اللوقوف على باب حجرة ابني وأراه وهو نائم أريد أن أسمعه وهو يستيقظ في الصباح وأراه يعود إلى البيت في المساء أريد أن ألمس وجهه وأمرر أصابعي بين خصلات شعره وأراه وهو يركب سيارته اللعبة ويأكل شطائر الجبن أريد أن أراه وهو يكبر ويضحك ويلعب ويأكل ويعيش أريد أن أراه وهو يعيش بوجه خاص أريد أن أطوقه بذراعي وأضمه إلي إلى أن يضحك وأضمه إلى أن يضحك ويقول كفا يا أمي وبعد ذلك أريد أن أكون حرة لأفعل كل هذا مرة أخرى ديبورا إيهيل كتبته وهي في السجن أغنى الناس هو من يرضى بالقليل سقراط اذهب لزيارة متجر للحيوانات الأليفة كل فترة وراقب الأطفال وهم يشاهدون الحيوانات جميع الكائنات باستثناء الإنسان تعلم أن البهجة الأساسية للحياة هي الاستمتاع بها سامويل بيتلر ارقد على ظهرك وانظر للنجوم ابتهج بالحياة لأنها تعطيك الفرصة لأن تحب وتلهو وتنظر نحو النجوم هينري فاندايك تعلم سنع صوص حار رائع المنزل هو مكان يغلي فيه برفق إناء من الحساء الطازج على نار هادئة ويملأ المطبخ بروائح حطرة ويملأ قلبك بالبهجة ثم معيدتك بعد ذلك كيث فلويد اجمع كومة كبيرة من أولاق الشجر كل خريف واقفز فيها مع شخص تحبه عندما نتذكر الماضي نجد أن أبسط الأشياء وليست أعظم المناسبات هي التي تعطي أعظم سعادة عند تذكرها بوب هوب اغرق في أحلام اليقظة اجعل في قلبك مكانا سرية دائما تحتفظ فيه بالأحلام لويس دريسكول اقضي بعض الوقت في شم عبير الظهور أحد الأشياء المأساوية التي أعرفها بشأن الطبيعة الإنسانية هو أننا جميعا نميل إلى تأجيل العيش إننا جميعا نحلم بحديقة أزهار سحرية في الأفق البعيد بدلا من التمتع بالأزهار المتفتحة على عتبات نوافذ منازلنا اليوم ديل كارنيجي عند الذهاب إلى السينما اشتري أقراس النعناع الصغيرة بالشيكولا وضعها في كوب الفشار ليس المهم هو المتع الكبير ولكن المهم هو الاستمتاع الكبير بالمتع الصغيرة جين وابستر استمتع بدش ساخن الأفعال العادية التي نقوم بها كل يوم في المنزل أكثر أهمية للروح مما قد توحي به بساطتها توماس مور ما القدر الكافي؟ شعر رجل الصناعة الشمالي الغني بالدهشة عندما رأى صيادا جنوبيا يرقد بخمول بجوار قاربه ويدخن غليونه قال له رجل الصناعة لماذا لم تخرج للصيد؟ أجاب الصياد لأنني استطدت ما يكفي من السمك لهذا اليوم قال رجل الصناعة ولماذا لا تصطاد المزيد؟ أجاب الصياد وما الذي سأفعله بالمزيد؟ قال رجل الصناعة يمكنك أن تكسب المزيد من المال وبهذا المال يمكنك شراء محرك لقاربك يساعدك على الوصول لمياه أعمق واصطياد المزيد من السمك وحينها ستكسب المزيد لشراء شباك من النيلون وتلك الشباك ستعود عليك بمزيد من السمك ومزيد من المال وسرعان ما سيكون لديك مال كاف لامتلاك قاربين وربما حتى أسطول من القوالب وحينها ستصبح غنيا مثلي سأل الصياد وماذا أفعل بعد ذلك؟ أجاب رجل الصناعة يمكنك عندئذ أن تستمتع بالحياة حقا قال الصياد وما الذي تظنني أفعله الآن؟ أنتوني ديميلو استمتع بحمام فقاقي عمضاء بشموع معطرة بعطر الفانيلا لابد أن هناك بعض الأشياء التي لا يستطيع حمام ساخر علاجها ولكنني لا أعرف معظم هذه الأشياء سيلفيا بلاث ابدأ كل يوم بسماع موسيقاك المفضلة الموسيقى حب يبحث عن كلمات سيدني لانير الأحمق يبحث عن السعادة بعيدا والحكيم يزرعها تحت قدميه جيمس أوبينهايم شاهد غروب الشمس لو أنني لم أحتفي بنهاية كل يوم فإنني أفقد شيئا لن أسعيده أبدا بعد ذلك سالي بيكاريوث ليكن هناك دائما شيء جميل في مجال رؤيتك حتى إذا كان هذا الشيء مجرد زهرة ربيع في إناء زجاجي يعتمد جمال العالم من حولنا على ما نقدمه نحن أنفسنا للعالم رالف والدو إميرسون بين الحين والآخر أسلك طريقا يحتوي على مشاهد جميلة أعتقد أن أروع وأجمل الأيام ليست تلك التي يحدث فيها شيء رائع أو مبهر أو مثير وإنما هي تلك الأيام التي تجلم متعا بسيطة صغيرة أتبع بعضها البعض بتناغم كما تنساب حبات العقد لوسيمود مونتوغومري أذكر نعم الله عليك إنني أستيقظ في كل صباح وأقول يا إلهي تكفيني النعم التي وهبتني إياها فقط أرجو أن تديمها علي كيتي هارت لا تحسد جيرانك متى ستعرف أنك امتلكت ما يكفيك وماذا ستفعل عندئذ باربرا دي أنجيلز تعلم صنع شيء جميل بيديك كل طفل فنان مبدع وتكمن الصعوبة في الحفاظ على الحس الفني عند النوج بابلو بيكاسو سيرب من الإيوز بالأمس رأيت سيربا ضخما من الإيوز يحلق نحو الجنوب في واحد من مشاهد غروب الشمس الملحمية التي تلون السماء بأكملها لبضع لحظات رأيت سيربا الإيوز بينما كنت أتكئ على تمثال الأسد القابع أمام متحف فنوني شيكاغو حيث كنت أشاهد المتسوقين لموسم الأعياد يسرعون على طريق ميتشيغان وعندما خفضت بصري لاحظت أن هناك سيدة مشردة تقف على بعد خطوات قليلة وكانت تشاهد سيرب الإيوز بدورها التقت عينانا وابتسمنا في تعبير صامت عن الإمتنان لحقيقة أننا اشتركنا في رؤية مشهد رائع يرمز للغز للكفاح من أجل البقاء في الحياة سمعت السيدة تتحدث نفسها بينما كانت تجر قدميها مبتعدة وتقول كم أنعم الله علي أثارت كلماتها الخشية والوجل في نفسي هل كانت تلك السيدة المشردة التي لا مأوالها تمزح بقولها هذا كلا إنني أعتقد أن مشهد الإيوز كسر واقع كفاحها المرير ولو مؤقتا لقد أدركت لاحقا أن لحظات كهذه كانت تدعمها وتقويها لقد كانت تلك هي الطريقة التي تتغلب بها على مذلة العيش في الشارع كانت ابتسامتها الممتنة صادقة حقا لقد كان مشهد الإيوز هو هدية من الله بالنسبة لها كان هو كل ما تحتاج إليه كم أحسدها فريد لويد كوشران لابد أن الحياة تعني ما هو أكثر من انفلاك كل شيء موريس سيندك بغض النظر على العمرك توقف بين الحين والآخر في ملعب عام وتمتع بركوب الأراجيح إنها لموهبة رائعة أن تعلم كيف تله رافوارد أميرسون هزهز دفلا حتى ينام لكي تكتشف معنى الرضا والسلام العميقين لقد بدأت أعرف أن الأشياء البسيطة الجميلة في الحياة هي الأشياء الحقيقية خذ قيلولة بعد ظهر يوم الإجازة الأسبوعية من أجل الارتياح السريع جرب ابطاء إيقاع الحياة ليلي توملين اقرأ مجلات الرسوم الهزلية اليوم الضائع اليوم الضائع بحق هو اليوم الذي لم تضحك فيه ضحك نيكولاس تشامفورت أحيانا ستقدم لك الحياة لحظة سحرية اغتنمها إننا لا نتذكر أياما إننا نتذكر لحظات سيزار بافيس استمتع دائما بوقت إجازتك هناك شيئان يجب استعي وراءهما في الحياة أولا أن تحصل على ما تريد وبعد ذلك أن تستمتع به والأشخاص الأكثر ذكاء فقط هم من يحققون الهدف الأخير لوجان بيرسل سميث عاما بعد عام تزداد تعقيدات هذا العالم سريع التقلب إرباكا وصعوبا ولهذا فإننا نكون أكثر حاجة كل عام إلى البحث عن الهدوء والسكون والارتياح في الأمور البسيطة المبهجة لا تعتني أبدا بهريرة واحدة فقط إثنتان ستجلبان المزيد من المتعة بدون المزيد من المتاعب لا يمكن أن تراقب قطة نائمة وتشعر بالتوتر في الوقت نفسه جان بولي تذوق كل يوم بالنسبة لي كل ساعة من النهار والليل بمثابة معجزة كل بوصة مكعبة من الفضاء معجزة وارت ويتمان واجبك بينما تندفع وترتطم وتنحرف وأنت تشق طريقك عبر الجداول الزمانية المضغوطة والمواعيد النهائية الصعبة من السهل أن تنسى أن الرضا والإشباع الذين تبحث عنهما يمكن العثور عليهم غالبا حيثما أنت الآن وبما تمتلكه بالفعل إليك ستة أنشطة بسيطة من المؤكد أنها ستهدئ روحك وتبهج محة وتبهج حواسك ضع رسالة حب في علبة غداء تفلك لوح للأطفال في حافلات المدارس اشتري كتابا لوالدتك تعتقد أنها ستستمتع به اشتري تسجيلا صوتيا لفيلم ميت جو بلاك واستمتع بأغنية بعسف القيثارة فقط ستجد هذا رائعا وملهما بشكل غير عادي قم بتحلية الشوفان بشراب نبات القيقب قم بتدفئة ملابسك في المجفف لبذع دقائق قبل ارتدائها